أخوة الأخوات أعود لكم فضية الشيخ يزيد يسأل عن صلاة الترويح في البيت الناس كانوا أكفتهم الأئمة بعض الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة من عدد التسليمات وكذلك طريقة عدد الركعات وطريقة أداء الصلاة وكذلك الشفع والوتر ودعاء القنوت في الإنسان ومع هذه الجائحة الناس تصلي في بيوتها أو ستصلي في بيوتها ويسألون عن عدد الركعات القراءة التي تتم فيها وقت صلاة الترويح وكذلك الشفع والوتر ودعاء القنوت أما صلاة الترويح فإذا كان الإنسان يصلون جماعة ترويح فإن الأفضل أن يكون ذلك في أول الليل يعني بعد صلاة الترويح لما سئل الإمام أحمد الرحيم بعد صلاة العشاء فلما سئل الإمام أحمد قال له أرأيت الرجل يؤخر صلاة الترويح إلى آخر الليل قال سنة المسلمين أحب إلي سنة المسلمين أحب إلي وهذا يدل على أن ذلك أسلم وأبعد للمشقة الناس إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الترويح هذه الحالة الأولى الحالة الثانية وهي مسألة أيهم أفضل في العدد ينبغي أن نعلم أن أفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على رمضان ولا على غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث والذي يظهر والذي عليه جماهير أهل الحديث وجماهير الفقهاء أن المقصود بالأربع تسلمتين طويلتين ثم تسلمتين طويلتين ثم بعد ذلك يرتاح قليلا ثم يصلي تسلمتين طويلة أقل من التسلمتين الأولايين وأقل من الرابعة وهكذا هذه هي السنة وأما لو صلى أربع ركعات في تشهد واحد فهذا هو خلاف السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة وفي رفض المسلم إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي ركعتين ركعتين وهذا يدل على أن هذا هو الأمر وقد ذهب الحنابل إلى أن ذلك على سبيل الوجوب والذي يظهر وهو الرواية الأخرى عند الإمام محمد كما نقلها الأثر أن ذلك يدل على الاستحباب الأكيد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بدليل أنه في صحيح مسلم صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في الثامنة ثم قام فجلس في التاسعة فدل ذلك عنه لم يصل ركعتين مثنى مثنى فدل ذلك على أن هذه السنة الأكيدة والله أعلم ثم يقال ما العدد نقول الأصل أنه إذا جمع الإنسان بين طول القيام والعدد فهذا أفضل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث جابر لما سئل أي صلاة أفضل قال طول القنوت يعني طول العبادة فإذا أطال في الصلاة وكانت العدد أحد عشر ركعات كان أفضل فإن شق عليه الطول وأحب أن يزيد قلنا إن زيادة الركعات مع طول الزمن أفضل من تقصير الركعات وقصر الزمن فيكون طول العبادة أفضل من قصرها ولو كان طول العبادة أكثر من أحد عشر ركعة لأن طول العبادة مقصودة للشارع ولهذا يطيل القراءة ويطيل الركوع ويزيد من الركوع ويزيد من القراءة وعلى هذا فنقول إذا أحب أن يصلي أحد عشر ركعة ويطيل فيها بحيث يقرأ جزءا كاملا فهذا لا شك أنه أفضل وأما إن أراد أن يخفف في القراءة ويقرأ كل وجه وأحب أن يزيد في العدد الركعات فلا بأس ثم إنه ينبغي أن نعلم أن الزيادة في عدد الركعات جائزة بإجماع أهل العلم خلافا لمن قال أنها بدعة أو قال أنها مكروهة بل نقل أبو عمر بن عبد البر ونقل العمام العراقي رحمه الله وذكره أبو العباس بن تيمية أن ذلك محل اتفاق عند أهل العلم بن تيمية نقل مذهب جمهورا للعلم لكن أبو عمر بن عبد البر والحفظ العراقي نقلوا الإجماع على جواز أن يزيد على إحدى عشرة ركعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى نعم بارك الله